مرحبا نشرة أخبار ألمانيا وفقاً لما ورد في وسائل الأعلام الألمانية راح أضعكم بصورة آخر التطورات والأحداث الأخيرة الخبر الأول من بولندا بولن اللي بتعرفوها الدولة الجارة لألمانيا عندهم انتخابات الأسبوع المقبلة أو الأحد المقبل في عندهم انتخابات في البلاد يعني انتخابات للحكومة ولكن الحكومة الحالية الحاكمة فيها حزب هو حزب القانون والعدالة هو أقوى حزب في بولندا هذا الحزب عبيروج لخطاب كراهية ضد الألمان وضد ألمانيا عبينشر خطاب كراهية عبيقول أنه ألمانيا عبتسيس الاتحاد الأوروبي ألمانيا الاتحاد الأوروبي تابع لألمانيا الاتحاد الأوروبي بشتغل على كيف ألمانيا عبيتهم ألمانيا يعني تهم من هذا النوع وعبي يشحن المواطن البولندي كمان عبيقول له أنه شوف الشعب الألماني يعني كيف هذا الشعب احتلنا وقسبنا وهاجمنا أكتر من مرة يعني عابيرجع لشغلات قديمة في التاريخ عابيرجع بالذكرى يعني في خطابه خطاب الكراهية وهذا الشي اللي أسار استياء وغضب الألمان يعني ونشروا هذا الخبر في وسائل الإعلام الألمانية عن الشي اللي عابيعملوا هذا الحزب طبعا حزب القانون والعدالة هو حزب له تأييد كبير ببولندا يعني كان بيجيب سابقا بالانتخابات نسبة 43% حتى ولكن الآن متراجع شعبيته لا 32% بحسب آخر استطلاعات الرأي ولكن لا تزال نسبة مرتفعة ولا يزال هو أقوى حزب في البلاد وطبعا هذا الحزب له ثوابة في نشر خطاب الكراهية في عام 2015 استغل الفرصة كمان اللي هي زروة اللاجئين كانت في 2015 اللي أجوا لأوروبا استغل هذا الشي كمان لا ينشر خطاب الكراهية بحملته الانتخابية ضد اللاجئين والمهاجرين أظهر يعني عداؤه للبهاجرين واللاجئين ولاحقا في عام 2019 بلش يتوجه بخطاب الكراهية ضد المسليين والمتحولين جنسيا يعني صار يهاجم هالفئة من المجتمع لأنه ما كان في وقته زروة للاجئين أو شيء بتعلق باللاجئين والمهاجرين فراح على موضوع تاني هاجم المسليين والمتحولين جنسيا وصار يستغل يعني هالأمر في حملته الانتخابية بنشر خطاب الكراهية ضد هالفئة من المجتمع والآن في حملته الانتخابية لعام 2023 الموضوع الرئيسي هو ألمانيا والألمان وعبينشر كمان خطاب كراهية ضد الألمان تحريط ضد الألمان وضد ألمانيا يعني هو بلعب على وتر حساس موجود عند بعض البولنديين طبعا البعض وليس الكل بعض البولنديين في عندهم عقدة نقص من المواطن الأوروبي الغربي وبالداية إذا أنت بتقوله أنه أنت يعني من أوروبا الشرقية وأنت أوروبا الشرقية لساتكم متخلفين شوي فعنده عقدة نقص تحديدا من التفوق الألماني ننتقل لخبر تاني الرئيس الاتحادي أولاف شولتس التقى مع نظيره الفرنسي في هامبورغ بشمال ألمانيا طبعا الرئيسين التقوا يعني لبحث عدد من القضايا بين فرنسا وألمانيا بالبداية متل ما بتعرفوا أو متل ما حكيت يعني في فيديوهات سابقة في خلافات يعني شوي إلى حد ما عميقة بين ألمانيا وفرنسا في بعض الخلافات على بعض القضايا المحورية الرئيسية الهامة مثل موضوع الطاقة مثلا فرنسا يعني بتأيد الطاقة النووية داعمة للطاقة النووية وبتعتبرها طاقة نظيفة بينما ألمانيا يعني بترفض الطاقة النووية وبتعتبرها طاقة غير نظيفة بسبب يعني النفايات النووية اللي لا يمكن التخلص منها بسهولة فلهيك ألمانيا يعني قررت الاستغناء عن النووي بينما فرنسا يعني لا تزال بتعتمد على محطاتها النووية ففي بيناتهم اختلافات بموضوع خلافات بموضوع الطاقة وفي بيناتهم كمان خلافات تتعلق في الحرب الأوكرانية وفي خلافات أخرى تتعلق بقضايا اللجوء والهجرة طبعا هذا يعني مو حديثنا اليوم مو خبرنا اليوم ولكن على الرغم من كلها الخلافات يعني فالأخبار الواردة يعني بنتائج هذا اللقاء بتأكد على الصداقة العلمانية الفرنسية بالإضافة إلى الدفاع عن الديمقراطية يعني هاي نتائج اللقاء بالإضافة إلى تعزيز سيادة أوروبا واستقلالية أوروبا يعني الرئيسين طبعا هن الرئيسين أقوى دولتين في أوروبا اقتصاديا فرنسا وألمانيا يعني هن اللعب يقودوا الاتحاد الأوروبي فأكدوا يعني أنه رح يعني يشتغلوا أكتر على موضوع سيادة أوروبا وتعزيز استقلالية أوروبا وأنه تكون يعني القارة الأوروبية أكثر تنافسية مع الدول الأخرى الدول العظمة الأخرى أو القارات الأخرى ننتقل لخبر آخر مثل ما شفتوا انتخابات مقاطعة هسن ربح فيها طبعا حزب الاتحاد الديمقراطي المسيحي تسيدي أو ولكن حزب البديل من أجل ألمانيا الحزب اليميني المتطرف نجح بحصد المركز الثاني صار تاني أقوى قوة في برلمان المقاطعة طيب هذا الشي شو بيعني يعني شو تأثيره شو شو رح يصير يعني هلا بحسب ما نشرت وسائل الأعلام الألمانية حزب البديل رح يصير في عنده الآن بدل 14 مقعد في البرلمان رح يصيره 28 مقعد يعني يتدبلوا صار في عنده الدبل عدد المقعد 28 مقعد وهذا الشي رح يساعده أكتر يعني في اتخاذ قرارات تصب في صالحه صار في عنده يعني عدد نواب أكبر فبالتالي هدول النواب رح يصوتوا لصالح القرارات اللي بدعم البديل اللي بتخدم البديل طبعا هذا الحزب كمان رح يتلقى الآن أموال بعد يعني بعد بحصد المركز الثاني رح يتلقى أموال أكتر في شغلة بألمانيا زي ما بتعرفوها يعني رح أحكيكم إياها هون بألمانيا عن كل صوت بيربحوا الحزب بياخد من الدولة يورو يعني عن كل صوت بياخد يورو واحد فحزب البديل بالانتخابات الأخيرة بمقاطعة هسن حصد تقريبا خمسمية وتمنتعش ألف صوت أكتر من نصف مليون صوت دايما أول أربعة ملايين يعني من الأصوات بياخد عليها كل حزب يورو وبعدين بعد الأربعة مليون بياخد خمسة وتبينين سنت على كل صوت وبالتالي رح يقبض عن كل صوت يورو واحد هذا شي بيعني أكتر من نصف مليون يورو رح يحصل عليها الآن حزب البديل يعني أموال أكتر وهي الأموال رح يستغلها طبعا لا يعني الدعم حملاته الانتخابية أكتر الدعم يعني البروباكندا أو الدعاية اللي عبي يعملها هون بألمانيا أو في المقاطعة على الأقل فهذا الشي كله رح يعني يزيد من آآ سيطرة البديل أو قوة البديل طبعا هذا الحزب نجح بأنه يعني يستغل خوف الألمان من تدفق اللاجئين والمهاجرين نجح بهاي النوطة ليكسب أصوات الألمان ونجح كمان يعني بأنه يستغل فشل سياسة حكومة يعني إشارة المرور فهي العوامل كلها ساعدته بأنه يربح يعني بهي الانتخابات يحقق نتيجة جيدة جدا في هاي الانتخابات يحقق المركز الثاني في برلمان المقاطعة ننتقل لخبر آخر بحسب ما نشرت وسائل الأعلام الألمانية وصل عدد القتلى في أجانب الإسرائيلي أو عدد الوفيات إلى تسعمائة شخص يعني صار في تسعمائة قتيل أو وفاة في أجانب الإسرائيلي ومع الأسف من ضمن هالوفيات في مواطنة ألمانية كمان يعني مواطنة ألمانية بريئة هي طالبة تبلغ من العمر اثنين وعشرين عاما كانت في زيارة لا آآ اسرائيل كانت يعني مقيمة في على الحدود مع غزة مع صديقة البريطاني وكانت عبت خطت يعني التاني يوم لرحلة العودة لألمانيا ولكن حصل الاشتياح المفاجئ من حماس فراحت تخبط بملجأ يعني مع صديقة وكتبت لها لأما يعني آخر رسالة هون بألمانيا أنه الرحلة تأجلت فنحن ما رح نجي لتاني يوم يعني بسبب الهجوم اللي صار ولكن لاحقا يعني وردت وردت الأخبار بأنه حماس أتلوا يعني فماتت يعني هي طالبة من برلين عمرها اثنين وعشرين سنة كانت في زيارة لاسرائيل فيعني الألمان نشروا هذا الخبر في وسائل الإعلام الألمانية بهذا الشكل وحبيت أني أنا أنرلكونيها كمان وفي موضوع آخر كمان يتعلق بالرهائن طبعا حماس يعني أخدت رهائن معه من إسرائيل لغزة أخدوا شيء بين 150 لـ 170 رهينة ومن ضمن هالرهائن معلسف كمان في مواطنين ألمان يعني ما تحدد العدد وزارة الخارجية يعني لا تزال ما بتعرف العدد يعني عب تفترض أنه في مواطنين ألمان كمان يعني تم أخدهم مع الرهائن ولكن غير معروف العدد إلى الآن وبحسب وزارة الخارجية هنا يعني عب يشتغلوا مع السلطات في إسرائيل يعني السفارة الألمانية عب تشتغل مع السلطات في إسرائيل من أجل معرفة بصير المواطنين الألمان أو العمل على تحرير المواطنين الألمان فحبيت حضكم بصورة هذا الخبر أيضا ننتقل لخبر آخر مهم جدا بحسب دراسة استقصائية يعني استطلاع للرأي آخر استطلاع للرأي استطلاع للرأي حديث معظم المواطنين الألمان ضد الحكومة الحالية يعني ضد سياسة حكومة إشارة المرور هنن مالن مع حكومة إشارة المرور يعني الغالبية تحديدا التلتين سبعة وخمسين بالمئة سبعة وخمسين بالمئة من الشعب الألماني تعريبا التلتين يعني هنن ضد حكومة إشارة المرور الحالية يعني ما عد بدهن هاي الحكومة فما عد فيه إلى اغلبية. يعني هنن مع انه هاي الحكومة تستقيل ويرجع يصير فيه انتخابات برلمانية جديدة. وترجع ويرجع الشعب ينتخب حكومة تانية. يعني هاي الحكومة ما لبيت تطلعات الشعب الالماني بغالبيته. فهي استطلعات الرأيي الاخيرة عبتقول انه ما في اغلبية لحكومة اشارة المرور. التلتين ضد هاي الحكومة ما بدو هالحكومة. والتلت لا يزال يعني بيشوف انه الحكومة هاي حكومة اشارة المرور انه لازم تستمر. ولكن التلتين ضد حكومة إشارة المرور فحبيت حطكم بصورة هذا الخبر أيضا هاي كانت كل أخبارنا لليوم يعني إن شاء الله تكونوا استمتعتوا بهاي الأخبار كان معكم يلهام بوزان تحياتي لكم جميعا وشكرا لكرم المتابعة وإلى اللقاء